ترقب حذر بعد أيام قليلة من طرح الكيان الصهيوني لمشروع قانون أقره رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو يهدف لتعرفه على أنه الدولة القومية للشعب اليهودي قانون يستهدف فلسطيني الداخل من خلال تحويل حقوقهم الجماعية إلى فردية ولفرض عقوبة على منفذي العمليات الفدائية وعائلتهم توجه نتنياهو لطرح المشروع كما يرى محللون ترك احتمالات باتت الحكومة على موعد مع واحد منها معارضة بعض وزراء حكومته للمشروع قد تعجل بانهيار الائتلاف الحكومي ما يدفع بالحكومة نحو اليمين المتطرف وهو الذي سيقود لمزيد من قوانين عنصرية تستهدف حقوق الفلسطينيين اسرائيل تعلم بان هناك تداعيات لهذا القانون منها على عرب 48 اضافة الى شريحة كبرى وهي شريحة الدروز الذين يخدمون في صفوف الجيش الاسرائيلي وفي مناسب حصيصة وهذا سيخلق حالة من الضغط اضافة الى الضغط من اليسار والمعتدلين في الجانب الاسرائيلي وبالتالي سيكون هناك تأثيرا كبيرا على اسرائيل هذا ناهيك عن الضغط الدولي وعدم الاعتراف الدولي بهذا الموضوع مخاطر القانون لم تتوقف عند فلسطيني الداخل بل يشرع سرقة ارض لها شعبها ويستجلب شعبا لارض له عليها ليصبح سكانها تحت مسمى وطن تاريخي للشعب اليهودي سيكون هناك محو كامل لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة حق اللاجئين سينتهي الى غير الرجعة الرواية التاريخية الفلسطينية سيكون هناك تلاشي تام لها الفلسطينيين الثمانية وربعين حقيقة المؤامرة كبير كبير كثير وضخمة عليهم حكومة الكياني لا تدخر جهدا في سبيل طرد الفلسطينيين وتنفيذ اجراءات عنصرية بحقهم حكومة تنسجم مع تطلعات عصابات المستوطنين في وقت تزداد فيه المطالبات الشعبية بان ترقى ردود فعل القيادة الفلسطينية لمستوى الحدث لقناة اليرموك الفضائية حمد الاطرش الضفة المحتلة ترجمة نانسي قنقر